تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارس كل عام نظمت جمعية المحاربين قدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الأنشطة والفعليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارس كل عام نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاعلان عن الانشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تخليدا لذكر استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاسبق يوم التاسع من مارس عام 1969 واكد اللواء اركان حرب متحة عبدالعزيز ثاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقاع المؤتمر ان القوات المسلحة لا تدخر جهدا في تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لابنائها من اسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية تقديرا لما قدموه من تضحيات لتبقى راية الوطن عالية خفاقة فيما اعرب اعضاء الجمعية عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة على ما توليه من اهتمام ورعاية الخدمات تقدمها جمعية مش موجودة في اي مكان انا جاي من اسوان عشان اقيم هنا في الجمعية انا مقيم في الجمعية القاملة المكان ده على مستوى الجمهورية يعتبر رقم واحد الجمعية بتقدم خدمات ممتازة للمصابين ورعاية الذو الاحتياجات الخاصة في العلاج الطبيعي والجراحة والعظام في اكثر من قسم مؤكدين ان الاحتفال بهذه المناسبة يبسد اسم معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لابناء مصر المدافعين عن امنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل اشتركوا في القناة